السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بك باش مهندس مرة تانية في كورس التصميم الانشائي المقدم من سيف الانجينيرين كوميونيتي ان شاء الله يا هندسة الحالة دي مهمة جدا جدا هنتكلم فيها عن الفواصل وهنعرف ايه هي انواع الفواصل اللي موجودة عندي سواء فواصل تمدد او فواصل انشائي او فواصل هبوط او فواصل زلزالية ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف الفرق ما بين الفواصل يلا بنا نبدأ موسيقى ان شاء الله هندسة هنستعين بورق بشوانس ياسر ليسي فيه انواع الفواصل لانه بصراحة شرح فوق الممتاز لو قلنا هندسة انواع الفواصل اللي عندي هنقول هنا ان احنا عندنا فواصل تمدد اكسبنشن جوينت وعندنا فواصل انشائية وكمان عندنا فواصل هبوط وفواصل صب وممكن نزود كمان هندسة فواصل الزلزال ولكن هندسة فواصل الزلزال تعتبر فواصل انشائية او فواصل تمدد ما فيهاش مشكلة لو بدأنا هندسة باول حاجه فواصل التمدد الاكسبنشن جوينت وفواصل التمدد دي هندسة وعملها لو الطول بتاعي زاد عن 40 او 45 متر تمام ببدأ اعمل فواصل تمدد لان هندسة لو انا ما عملتش فواصل تمدد والطول بتاعي كبير البلاطة هيحصلها تمدد فلما يحصلها تمدد هيجي مومنت كبير على الاعمدة نتيجة تغير درجة الحرارة لو ده شكل المنشاة بتاعك وحصل تمدد هتلاقي البلاطة ديت كده عايزة تتمدد هنا او هنا او هنا فبالتالي الطول بتاعي زاد فلما الطول بتاعي زاد هتجي مومنت اضافي على الاعمدة لو انت مش هتعمل فواصل تمدد لازم تاخد قيمة الدلتة او تغيرات درجات الحرارة معاك في التصميم إنما انت هندسة لو عايز تهمل درجات الحرارة فلازم تعمل فواصل تمدد قيمته تقريبا كده 2 سنتي تمام سنتي ونصة او 2 سنتي بحيث هندسة ان الجزء الواحد ما يزيتش عن 40 متر تحاول تخليه كده طول الجزء الواحد ما يزيتش عن 40 متر بالشكل ده هندسة كده المنشاة بتاعنا كله الطول بتاعنا كان اقوى من 40 متر فانا عملت فواصل كده قيمته 2 سنتي بحيث ان الجزء الواحد ما يزيتش عن 40 متر بحيث هندسة ان لو البلاطة دي كده عايز تتمدد اهي يحصلها تمدد هنا او تمدد هنا وكمان هندسة قيمة التمدد هتكون قليلة فبالتالي هتجيب لنا مومنت قليل على الاعمدة طيب فاصل التمدد هندسة بيكون في المنشأ كله يعني ببدأ افصل المنشأ كله معدى الاساسات الاساسات ما بفصلهاش بفصل من فوق وده ليه هندسة لان طبعا شايف انت مسطح البلاطة كبير جدا فبالتالي سيحصل له تمدد بضارة كبيرة جدا انما هندسة الاساسات تحت عندك ابعتها صغيرة وكمان تكون تحت الرد فبالتالي ما بيوصلهاش درجة حرارة ما بيحصلهاش تمدد زي البلاطة انما هندسة في الاعمدة والكاميرات والبلاطات لازم افصل المنشأين عن بعض طيب هدف الاساسي من الفصل ان انا افصل البلاطة عن بعضها تمام تخيل كده انا فصلت هنا كده تمام انا دلوقتي فصلت هنا كده بحيث انا اوقت بحيث ان اجعلω السطح البلاطة مودة البيضي sublat انى الصور لأعمدة لا بدلني احق compr هدف الشيط والأعمدة فصل الغراض الاساسي ان انا افصل في البلاطة وعشان فصلت في البوطة لازم اعمل كمان عمود جنبها كده علشان اقدر اشيل السيستم طيب بالنسبة بقى لي الاواعد ما بنوصلش عندها في الاواعد زي ما قلتلك او يبال فصل بتاعك من اول اللي عمده كده انت طالع فيه السيستم بتاعك من فوق والاواعد بتاعتك بتكون زي ما هي طب لو انت عايز تفصل في الاواعد عادي مفيش مشكلة مش غلط يعني بس انت طبعا بتتجنب ان انت لو عملت فصل هنا فانت الاواعد بتاعتك تكون اواعد جقر فطبعا ده مكلف جدا وانت في غناء عن الكلام ده كله زي ما انت شايف كده عن داسا هوا عادي الاواعد بتاعتنا بدأنا الفاصل من اول العمود وفيه البلاطة من فوق يبقى فاصل التمدد انا بعمله علشان افصل في البلاطة لان البلاطة المسطح بتاعها كبير جدا فبالتالي لو جالها تغيرات درجة حرارة سواء بالموجب او بالسالب هيحصل عندي اجهادات على البلاطة فهتولدت المومنت زيادة المومنت ده في الاخر هيرو على العمودة وانا طبعا في غناء عن الكلام ده يا اما اعمل حسابي ولا بصمم ودخل حاجات دي على برامج التصميم او ان انا اريح دماغي وعمل فاصل كل 40 متر طيب ده كده هندسة الفاصل بالنسبة لي لو انت عندك مبنى مثلا بحاول اخلي الابعاد بتاعته مزيتش عن 40 متر طيب لو انا عندي مثلا صوري هندسة لو عندي فيلا مثلا والفيلا دي محوطة بصور منبر حاولي هندسة على قد ما اقدر انه طول الصور بتاعته مزيتش عن 12 متر انت هندسة بيكون عندك الصور بتاعك كده بيكون طوب وعلى مسافة كده 3 ا 4 متر كده بتحط عميدة بتاعتك تمام المسافة دي هندسة حاول ما خليها مزيتش عن 12 متر ده لان هندسة الطوب بيكون معامل التمدل الحرير بتاعه اكبر من الخرصانة فبالتالي لازم المسافة بتاعته تكون صغيرة تمام فبالتالي بتجي انت هنا تعمل عمود تاني هنا كده جنبه يدوب برضو تسيب اتنين سمتي وتكمل بقى هندسة ايه المسافات بتاعتك عادي خالص تمام ده كده بالنسبة لي اول فاصل معنا فواصل التمدد طيب انا دلوقتي هندسة عملت فاصل هل الفاصل ده هسيبه فوضي لا طبعا هندسة الفاصل ده لازم يتميلي بحاجة ممكن نمليه مثلا بفلين او رامل مع بوتومين اي حاجة هندسة تكون قابلة للانضاء بحيث ان لما يحصل تمدد الخرصانة تقدروا تروحوا تيجي في المنطقة دي انما تغطية الفاصل من فوضي هندسة فيها حلول كتير يعني مثلا ممكن تقفل عليه كده وتيجي تحط التشتيب بتاعك وتكمل كأن مفيش اي حاجة فوق انا كده كده فاصل في المنشأ او في ناس بتعمل ايه بتيجي هندسة بتسيب الفاصل ده طالع لفوق بتسيبه طالع لفوق كده وبتحط هنا بس ايه مادة الفاصل بتكون طالع هنا كده وبتفصل كده مع التشتيب بتامنا ايا يكن هو اهم حاجة المادة اللي انا اهم لها الفاصل اهم حاجة مادة الفاصل دي تكون قابلة للانضاءات تاني فاصل ما عليها هندسة الفاصل الانشائية من اسمها كده عند اسمها نقدر نستنتج ان الفاصل ده معمول لغرض انشائي وبعمله في حالتين اول حالة لو ايه لو السيستم بتاعك نتغير لو في فرق في السيستم يعني ايه بص هنا كده ده مثال بسيط جدا لو انت عندك هنا كانتليفر ادي العمود بتاعك اهو وادي الكنتليفر بتاعك بيم كانتليفر طالع بالشكل ده كده ده كده سيستم الجزل هنا ده اهو ادي العمود بتاعك الفريم كانتليفر التالي وتماني جزل تحت ده كده سيستم ثاني ادي هنا دابل كانتليفر بس مع اختلاف الايه الاطوال بالشكل ده كده لو جينا هندسة بقى في النقطة دي مثلا كده النقطة اللي انا معلن عليها ده السيستم الي هنه ده اللي هي طبع السيستم الي فقه ده عند ييجي يحصل لها دفلكشن هيحصل له قيمة اسمها دلتا واحد ولما النقطة تكون تبع السيستم الثاني هيحصل لها دفليكشن كمتو دلتا اثنين طبعا هيبقى فيه فرق في الدفليكشن دلتا واحد او دلتا اثنين اي واحدة فيهم هتكون اكبر من التانية مش مشكلة بس اللي انا عايز استنتجه انه هيبقى فيه فرق دفليكشن فرق دفليكشن ده هيعمل شروخ هنا كده في الحالة دي هندسة لازم اعمل فاصل انشائي يبقى فاصل انشائي بعمله امتى في اول حالة لو عندي اختلاف في السيستم عندي تو سيستم جنب بعض مختلفين عن بعض اختلاف السيستم هيجب لي فرق دفليكشن وفرق دفليكشن ده هيعمل شروخ في البلاطة في الحالة دي يجب عمل فاصل مبين الفاصل ده هتعامل معايا كأنه فاصل تمدد ولا حاجة مختلفة نرجع تاني لنفس الفكرة الاسسية هو ايه غرض هنا من الفاصل الغرض هنا ان النقطة دي كده في البلاطة هيحصل لها دفليكشن مختلف في فرق دفليكشن فبالتالي يعقش روخ ايه حدث هنا افصل في البلاطة الغرض الاساس بها ان انا افصل في البلاطة فبالتالي لو افترض لده ان العمود ده تبع سيستم الاقتراف وانا فاصلت هنا يبقى لازم اعمل عمود Protech مع كاميرا تتشيل السيستم التاني الي هنا ده والشكل هذا كب وفي الحالة دي هندسه طالام اهام المهاجه عندي البلاطة ايه حدث انا اعمل في اللقاء يعتبر انا اتعامل بنفس فكرة فاصل التمدن الغلاد الاساسي هو حوار الديفليكشن في البلط وانا حلية المشكلة ما فيش اي داعي ان انا افصل في الواعي دي كانت اول حالة معنا في عمل الفاصل الانشائية ثاني حالة لو شكل المبنى في البلان بتاعي غير منتظم يعني مثلا عندسة لو انت عندك المبنى بتاعك في البلان على شكل حرف L او حرف T طب ليه بقى لان عندسة لو انت عندك الشكل بتاعك زي ما انت شايف كده على شكل حرف L مثلا هنا كم إذا كانت في طريق الكلمات الحكومات تعيدها تضيفه بنام 1977 نعم ستتغبط هنا بالشكل لالكلام اللي انا بقول له هندسه بنتطبعه في حالة الاحمال الجانبية فقط احمال الرياح والزلازل إنما لو حدخل من العلمان لرياح والزلازل فانت مش مضطر قوم بعمل فاصل أصل ما هو الغرض ايضا ان انا اللاتر اللوت بيزرق هنا والصدر بالضبط بالتالي بقى هناك فرق في المبنى الآحم الهندسة تعمل تورشن على المبنى هذا مثل ما اعرفنا قبل كده انه خطر جدا لما افصل اهندسة هذا التبريب لصفادة الك جي للوحده الاحمال الجانبية هتضرب هنا في الك جي والاحمال هتضرب هنا في الك جي ونا سنكتب مشكلة يبقى السؤال هل هنفصل في الاواعد ولا لا نفصل بذكرة هل الاواعد هتؤثر معنا في الك جي مثلا ده هنا كان عمود وهنا كان عمود هل لو انا عملت هنا قاعدة كده وهي عملت هنا قاعدة كده او عملت قاعدة واحدة للاثنين هتفرق في تأثير السي جي لا طبعا مش هتفرق يبقى اذا مش مضطر ان اعمل فاصل في الاواعد طب لو عملت فاصل مش مشكلة عادي صح مش غلط ولا حاجة بس انت تعتبر ان المبنى ده كده جار بالنسبة للمبنى ده والمبنى ده جار بالنسبة للمبنى ده يعني هتصمم الاواعد بدعتك اواعد جار وزي قلت لك انت فغينا عن الكلام ده تمام يبقى انت هتفصل في الاستراكشر كله من على سطح الاساسات وطبعا مش هتفصل في الاساسات ده كده عندسها بالنسبة للفواصل الانشائية نروح لتالت فاصل معانا فواصل الهبوط ستلمنت جوينت ونحاول عندسها نركز في الفواصل الهبوط لان فيه اشكالية كبيرة جدا وعند معظم المهندسي مبدئية لعندسها قبل ما نبدأ فيها حاجة فواصل الهبوط ده ممكن يحصل في مبنيين جم بعض او ممكن يحصل في نفس المبنى ايه ده يعني ممكن مبنى واحد نعمل في فواصل الهبوط ايوه وانا هورك دلوقتي الكيس دي لو انا هندسها عندي فريم سري هنجد فريم بالشكل ده كده الفريم ده ديترمن ولا اندترمن طبعا ديترمن ستركشور لو الفريم ده بقى تو هنجد فريم يعني ده بقى هنا هنجد و هنجد من هنا بقى تو هنجد فريم هل هذا فريم او اندترمن لا دلوقتي ديترمن زيها بالزبط زي الحالة تو فكسد فريم اللي هو بالشكل ده كده نفس الكيس بالزبط عندما عندك هندسة فريم اندترمن شكل المومنت يكون عليه لو الفريم ده حصل له هبوط لو حصل له هبوط لأي صبورت فيه هل شكل المومنت هندسة هيفضل ثابت بص يعني انا دلوقتي صممت على فريم ده كده وحطيت تسليح وتسليح كده وتسليح تحت وفوق بالشكل ده طيب لما استبرت ده حصل له شوف شكل المومنت ما عملت ازاي يعني انا كنت حاط حديد هنا وحديد هنا دلوقت الحديد بقى تحت ده كده هيحصل فلير اه انما هندسة لو كان الفرين بتاعي فيه سري هنجيت فرين بالشكل ده كده ده شكل المومنت اللي عليه طيب لو حصل هبوط في اي قاعدة هل شكل المومنت هيتغير؟ لا مش هيتغير هيكون نفس القيمة حاطت حديد هنا وهنا هتلاقي نفس التسليح بتاعك تحت تبقى حتة المنشأ محادث استاتيكيا او غير محادث استاتيكيا مهمة جدا جدا في لان المنشأ بتاعك لما يكون اندترمنت ستركشور بيتأثر جدا بالهبوط فهندسة لو التربة بتاعتك ضعيفة يجب استخدام ديترمنت سيستيم حتى لو كان اغلى طيب ايه اللي حصل هنا ايه الفرين من الحالتين دول انا حولت المنشأ بتاعي من اندترمنت ستركشور لديترمنت ستركشور حطيت هنا ما يسمى بالانترميديت هنج والانترميديت هنج تسمى فاصل هبوط يبقى انا عملت فاصل في الهبوط بواسطة مفصلة وسطية انترميديت هنج بالشكل هذا انترميديت هنج تعتبر فاصل هبوط وده كده شكل التسليح بالشكل هذا فاصل اثنين سنتي بحيث ان انت عندك هنا البلاطة بتاعتك او الكاميرا عموما اي حاجة اللي انت فاصل فيها بتكون شايلة ومتشالة ده كده الانترميد انج اللي انت اخذتها في الهبوط ده يعتبر بالنسبة لي فاصل هبوط بيكون شكلها في البلان بالشكل ده ده اول حالة معي لما يكون المنشأ بتاعي اندترمنت ستركشور ويحصل هبوط لأي مستبورت فبالتالي قيمة المومنت بتتغير لازم احاول السيستم بتاعي لده تركشور الحاجات التي تلاقيها في الفريمات على طول يفضل لو انت عندك تربة ضعيفة مثلا لو التربة بتاعتك ضعيفة وانت متوقع انه يحصل لازم السيستم بتاعي يكون لانه هيقاوم زي ما احنا شفنا مع بعض كان ده كان بالنسبة لأول حالة معنا تاني حالة بقى اللي احنا كلنا عارفينها لما يكون عندك ايه مبنى كبير وجنبيه مبنى صغير فهيحصل فرق هبوط ما بين الاثنين ده هبوطه وليكن مثلا عشرة دوار هبوطه غير الدورين زي ما كان عندنا في يونيت 1 في المستوى الثالث ويقول لك اهوات عندك وجود مبنى مرتفع مناسك لمبنى ملخافي يجب عمل فاصلي تام في المبنية لاحتمال حدوث هبوط مدفاوت بين المبنية فرق الهبوط ما بينهم الاثنين هيكسر الكامرات المشتركة ما بينهم بالشكل اللي انت شايفه يبقى لازم اعمل هنا فاصل هبوط الطيب في الحالة اللي فاتت الهندسة One بالإحنا نرجع عليها كده هل احنا مضطرين nogetari ان احنا نعمل فاصل في الاواعد لكن محتاج احاول حان لم يحدى يقول لك انه ده فاصل ثلما وبوضوط يقول انه مفصلش في الاواعد ما تتخدش على حسب الالت الحالات اللي انت موجود فيها احنا الحالة التانية ب يا هندسة مبنى قديم مثلا جنب مبنى جديد مبنى ارتفاعه كبير عن مبنى منخفض لازم اعمل فاصل 2 سنط على الاقل ولازم افصل في الاواعد بالشكل الذي تراه ذلك في هندسه المشكلة هندسه في فاصل لهبوط ان انا هضطر اعمل اواعد جار وده طبعا اصعف فالتنفيذ والحديد أو يمكن هذا هندسة تحمل حل ثاني يمكنك فهو مقادر على حال ثاني فهو ممكن تحميل بحر عائم يمكن تحميل بحر عائم فهو ممكن فعل مقادر بحر عائم في هذة حيث انده يكون عائم ولا بانا بالنحية هندسة تساعدنا بجمع فكرا حولتي بمقادر على تقليد حولته الهبوط هبوطه كان اكبر من هذا فبالتالي قيام المومنت ثابتة قبل الهبوط وبعد الهبوط فبالتالي الكامرات اللي هنا دي كده لو انا عمل كامرات هنا او بلطات فالكامرات مش هتتكسر ولا يحصل لها اي حاجة لان البندنج مومنت عليها يفضل ثابت والحالة دي هندسة هتخليك ان انت ما تعملش هواية جربة لان انت هنا مفصلتش في الاعمدة فبالتالي هنا قعدة واحدة هتعمل هنا قعدة واحدة بس سيكون شكله في البلان هندسة لو احنا اجينا نقارن الكيس دي كده بالكيس اللي احنا شرحناه في الفاصل الانشائي اللي هم كانوا مبنيين جم بعض اللي هو كان بالشكل ده كده وقلنا ان الفاصل هنا هيكون فاصل انشائي لان انا عايز اركز الاحمال الجانبية في اسي جي بتاع الشكل تمام طيب على الطرق ان انت عندك الاحمال بتاعت الجزء ده اكبر من الجزء ده فبالتالي ده هيحصل له سيتلمنت اكتر من ده في الحالة دي هندسة الفاصل مش هيبقى فاصل انشائي وبس لا ده هيبقى فاصل انشائي وفاصل هبوط وكمان في الحالة دي يبقى لازم اعمل فاصل في الاواعي يبقى على حسب الحالة انت بتبدأ تكرر تشوف الفاصل بتاعك فاصل تمدد ولا فاصل انشائي ولا فاصل هبوط تمام؟ نروح بقى هندسة الاخر نوع من انواع الفاصل اللي موجودة معنا الكونستراكشن جوينت او فاصل الصب وفاصل الصب ده هندسة بيحصل امتى؟ ان انت مثلا تكون واقف على سقف فلأي سبب من الاسباب انت مش هتقدر تكمل صب السقف ده كله فانت مضطر ان انت تفصله وبعد كده تاني يوم ترجع تكمل فالمهندس الشاطر هندسة اللي واقف في الموقع بيبدأ يحسب الحاجات دي كده بحيث انه ما يتزنقش او يحصل معه مشكله يعني مثلا يكون واقف معه 3 اربع عربيات جايان له الموقع يبدأ يحسب كده ويشوف بحيث ان الجزء اللي يتصاب به هندسة لازم يكون ستيبل يعني هنا هندسة لازم اوقف الصب بعد الساب بورت لازم ما ينفعش اوقفه هنا يعني هنا كده انو ستيبل السافة اصلا موصلش للساب بورت هيتشعل على ايه كل ده هيوع يبقى لازم اوقف الصب بتاعي اول حاجة يكون ستيبل يبقى بعد الساب بورت على قل خاضر يعني مثلا لو حد كان بيخيرني يقولي يفضل شوية حطوم هنا ولا نحطوه هنا لا اقولي حطوم هنا بحيث انه ايه يخلي الجزء ده كده ستيبل وثاني حاجة هندسة انت عندك مدرستين في مدرسة بتقولك افصل عند ال point of zero moment وفيه point of zero share عند zero share وعند zero moment ده ليه رأيه وده ليه رأيه والاتنين صح على فكرة الكود المصري هندسة بيقولك ان احنا عند ال zero moment اللي هو تقريبا بيكون عند خمس البحر والاكواد التانية زي الكود الامريكي بيقولك عند ال zero share بالنسبة بها للمدرسة اللي رأيها حطة zero moment ان ان افصل عند zero moment ومن ضمنها الكود المصري ده رأيهم بيقولك ان ما ينفحش افصل عند اقصى مومنت يعني ما ينفحش اجي هنا وافصل عند اقصى مومنت لان المومنت ده بيكون كوو تيء tension and compression فبيكون القطاع بتاعي معرض لي maximum tension and compression فبالتالي عدم صب هذا الجزء بالشكل المثالي ممكن يعمل هنا الشروخ وممكن يعمل هنا مشكلة ده كده رأيهم في ان انا لازم اصب عند zero moment عشان اتفادى الحتة دي وكمان هندسة بيردوا على حتة ان ان هنا عند zero moment ده اقصى وكمال الشير فرأيهم انه كيمة الشير على البلاطات قيمة ضعيفة جدا يمكن اهمالها اصلا انا كده كده مش خايف منها فانا ما عنديش مشكلة ان انا افصل عند maximum share ده كده بالنسبة للمدرسة الاولى اللي هي zero moment طيب بالنسبة للمدرسة التانية ان انا افصل عند zero share رأيهم كان ان انا بافصل عند zero share اللي هو عند maximum moment لان maximum moment كده كده انا باعتمد ان الحديد هو اللي هيشيل attention لان انا خايف من المنطقة دي كده مالتنشن فانا ما عنديش مشكلة ان انا افصل فيها لان انا هافصل كده في الخرصانة وكده كده الحديد هيشيل التنشن اللي هنا وبرضه بيقولك ان انا ما ينفعش افصل عند اقصى قيمة للشير لان الشير في البلطات انا بشيره اصلا بيقل خرصانة بس فما ينفعش ان انا افصل عنده ايا يكون يا هندسة كده كده احنا تبع الكود المصري ان انا بافصل عند zero moment اللي هي الكيس اللي قدامنا دي كده تمام يبقى انا لازم وانا واقف في الموقع اتاكد ان الجزء اللي انا صبيته stable دي اول حاجة اتاني حاجة احاول افصل عند خمس البحر طيب بالنسبة لطريقة التنفيذ هندسة اول حاجة لازم افصل على زاوية 45 بالشكل ده كده وكمان لازم اخلي السطح خشن مخاربش كده حيث هندسة ان انا اصب الخرصانة الجديدة تعشق هنا عشان اضمن ان المنطقة دي تكون تتماسك فيها عالي جدا وفيه ناس بتعمل الناس اللي معاها فلوس بتجيب مادة الاديبوند هنا وبتعمل الكلام ده كده وتحط هنا مادة الاديبوند وتقوم صبه ايه الخرصانة الجديدة عليها كده وغير كده كده كمان بتقوم انت مطلع هنا اشاير تسليح كده الحديد بحيث انه يقولك ايه ان الحديد ده يجي كده والحديد بتاع الجزء التاني يجي كده يبال منطقة دي كده تكون قوية جدا من حيث الخرصانة ومن حيث الحديد تمام كده هندسة ده كده بالنسبة للفواصل اللي موجود عندنا اعتقد ان انا اغططتها بشكل كبير فواصل التمدد وفواصل انشاقية وفواصل هبوط وفواصل الصب فيه بآل هو فواصل الزلازل وده انا شرحت لك قبل كده قلتلك فواصل الزلازل ده تعتبر فواصل انشاءية او تمدد وكل الكلام اللي فاء هندسة انا قلتلك به قبل كده ان انا tentatively WeD Moe جنبي مع هنا يعتبر فواصل تمدد او انشائي اي حاجة بالنوع الفواصل خصيدuss ما تأكد انه المبنى ده ليس سيحصل عندي عملية الترك ان المبنى يغبط في هذا سيحصل فلير بحيث ان اقل القيمة مذكورة في الكود في الفاصل الانشائي ما تقلش عن 4 سنتي و بس كده عند ساعة احنا نكون نصلنا نهاية الحلقة اتمنى انك تكون استفاد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته